بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهلا بكم يا رب تكونوا كده في شابتر الاسكوب خلصتوا وحققتوا المطلوب وحليتوا بمعدلات كويسة على الاقل يعني نكون خلصنا الاسئلة بتاعت ريتا لتلاتين سؤال اللي في اخر شابتر الاسكوب بتاع ريتا ويسجلنا الريكورد بتاعنا جبنا كام في المية والناس اللي حلت من فاست راك او اسئلة تانية برضو تسجل ما تنساش ونبدأ ان احنا ندخل في المحاضرة بتاعتنا المحاضرة الستة اللي هي المحاضرة مختصة بادارة الزمن او الادارة العملية الزمنية للمشروع عندنا سبع عمليات في الشابتر ده او في الناولج اريا دي السبع عمليات ستة منهم وحدة كنترول يعني ما عندناش برضو وما عندناش وما عندناش بالزبط زي الاسكوب طيب عشان من ضياش الوقت نبدأ في اول بروسس عندنا اللي هي plan schedule management كنا اتفقنا ان في كل النولج اريا في اولها عملية خاصة بالبلايننج بتطلع خطة بقول ازاي انا هدير العملية بتاعت الاسكوب او ال time او ال cost على حسب الشابتر نفسه فبالتالي الاوتبوت الرئيسي منها بيكون plan جزء من ال project management plan الكبيرة زي ما اخدنا في الاسكوب طلعنا اسكوب management plan ازاي انا هدير النطاق برضو نفس الحكاية هناخد في ال time schedule management plan ازاي انا هدير الجدول الزمني او ازاي هدير الخطة الزمنية وكنا اتفقنا انه كل plan من دول بتكون جزء من ال plan الكبيرة اللي هي اسمها project management plan طيب عشان ابدأ هنا انا محتاج ال inputs اللي مكتوبة project management plan charter enterprise environmental factors and organizational process assets عشان اشتغل في الموضوع ده محتاج tools and techniques expert judgment حكم الخبراء analytical techniques اساليب تحليلية وسائل تحليلية meetings اجتماعات والاوتبوت الرئيسي عندي schedule management plan طيب كل ال inputs اللي اتقالت خدناها والتولز والتكنيكس نفس الشيء معادة analytical techniques analytical techniques يقصد بها الاساليب التحليلية ان انا هبص على المشروع كده واقول انا محتاج ان انا كنت وصلت في ال scope لان انا عملت WBS بقى عندنا في ال scope work breakdown structure طيب محتاج بقى ان انا يبقى جوا ال work breakdown structure ده في انشطة activities تحت ال WBS محتاج ان يبقى فيه activities انشطة طيب والانشطة دي لازم فيه تسلسل ورا بعض طيب هديل الكلام ده ازاي هستخدم ايه في العملية scheduling هستخدم برنامج computer ولا manual طيب ايه انهي برنامج هستخدمه طيب هعمل estimation ال time بتاع الكلام ده ازاي وهكذا طيب نقرأ اللي موجود عندنا choosing strategic options to estimate and schedule the project such as scheduling method ايه الطرق اللي انا استخدمها في عملية الجدولة الزمنية cpm critical path method ccm critical chain method pdm precedence diagramming method التلاتة دول هنتعرف عليهم بعد شوية بس هو انه بيقول لي انت حدد انهي تكنيك اللي هستخدمه في ال plan بيبقى الاجابات كلها عن عن سؤال ازاي هاو ان انت هتعمل الموضوع ده ازاي scheduling tool ايه هو البرنامج اللي هستخدمه في ال scheduling برضه هو مش هيشرح البرنامج هو مش هيقول لي البرنامج بيتعامل ازاي او ال ms project بيشتغل ازاي لكن هو هيقول لي في ال plan انت هتستخدم ده ولا ده ولا manual ولا pim web ولا حاجة تالتة وهكذا estimating approaches عمليات ال estimation او تقدير الازمنة طبعا احنا في ال scheduling فبنتكلم على الازمنة في الشابتر اللي بعديه بتاع الكوست برضه هيبقى فيه estimation بس estimation للكوست بتاع الانشطة فهنا بيتكلم على estimating او التقدير بتاع ازمنة الانشطة هتشتغل حاجة analogous ويبقى بشكل اقوى شوية في الدقة بتاعته دقة عالية ولا حاجة بس approximation او دقة خفيفة هذا ويبقى سكتدير الاسليب اللي هستخدمها فيه اه ضغط الجدول الزمني هال فاست تراك اللي هي التعاقب السريع او ان انا اشتغل يعني انشطة في نفس الوقت مع بعض اشتغل على التوازي ولا هتعمل كراش كراش مش مقصود بها كراش اللي هو التحطم لا كراش يعني تسريع اه سي ار اي اس اتش كراش يعني ان انا اصرع الانشطة اصرعها ازاي بان انا ازود يعني فلوس شوية عشان اخد النشاط في اه ايام اقل بان انا بقى يعني اشتري حاجة بتقنية اعلى شوية زي مسلا او ان انا ازود عمال اشتغل الكلام ده كله عملية كلها ان انا اصرع ايه هي التكنيكس اللي هستخدمها في عملية وكنا اتعرضنا لكلمة قبل كده وقلنا مقصود بها ان انا باستمرار عمال اعمل عملية بلانيج بعمل بلانيج للي موجود قدامي بتفصيل واللي لسه مش معروف بعمله لما يتعرف بس بحطه دلوقتي بس ان هو ايه يعني كمايلستون او كبار كده مجمع بيقول بس ان انا هشتغل الجزء ده يوم كزا ليوم كزا ومستقبلا لما يتفصل شوية ابدأ افصل جوه البار دوت او جوه الاكتيفتي ده انزل بقى منه اكتيفتيز اكتر وابدأ ان انا افصله اكتر فده المقصود بالرولينج ويب بلانيج. الليتس واللاكس هنتعرف عليها بعد شوية في التولز عشان برضو ايه منضيعش الوقت. طيب الاوتبوت الرئيسي عندي هو خطة ادارة الجدول الزمني. زي ما قلنا من شوية هي جزء من الخطة. ناخد بالنا من كلمة دايما كل الخطط هي بتبين انا هعمل ايه هتصرف ازاي في الموضوع ده. مش مش جوه الخطة بتاعت ادارة الجدول الزمني مش جوها الجدول نفسه. مش جوها الطايمينج. لا دي جواها مجموعة عناصر بتقولي انا هتصرف ازاي في كل موضوع من المواضيع دي. هعمل مونيتور ازاي هكارية الجدول الزمني ازاي. هعمل له كنترول بعد كده ازاي. هعمل ابديت كل قد ايه. هعمل ابديت ازاي. مين اللي هيعمل ابديت في الموقع ولا ولا هيتبعت للمكتب الداياتا وبعا كده في المكتب الرئيسي يعملوا الابديت. الكلام ده كله اين. طيب اه اه ات كان استابلش the following scheduling methodology and the scheduling tool to be used. ايه التقنية اللي هستخدمها للسكاجولينج زي ما قلنا من شوية الكلام ده scheduling methodology. اه يقصد بها ان يعني كان ايام البي سيكس في بدايت وكده كان اه لما بنيجي نعمل schedule والسكاجول ده بيفضل معنا لمشروع ومشروع تاني فبنسمينه ده methodology. دي منهجيتي في كيفية ترتيب الانشطة ورا بعضها يعني. وان كان بعض الناس بتعترض على ان دي مش methodology دي template انا بستخدمها ومش هتفرق كثير يعني. acceptable accuracy of activity duration estimates. وانا بعمل الاستميشن لانشطة المشروع وبقول النشاط ده هياخد مسلا اسبوعين. ده plus or minus one day ولا two days ولا plus or minus one week. الدقة بتاعتي يعني دقيق لأي مدى في الموضوع. طبعا لا شك انه كل ما بزود دقة الاستميشن ببزل مجهود اكبر. وقد يكون المجهود ده هيضيع وقت. وقد يكون ممكن ياخد ايضا bias خاصة في عملية الاستميشن للااااا لنسبた الاستميشن الحديثي حتى. فبالتالي انا محتاج ك은 ما بين الموضوع دوته. هل ان انا محتاج الروحة من الكوندد تبقى بشكل كبير جدا? ويطلع مية في المية ولا هل الموضوع مش مستاهل? يعني على حسب القانين النقطة اللي جاية ممكن توضح النقطة دي units Off measure hour day week. הכ Tower الم dead بتاعتها بتوصل خاصة لو بيعمل حاجة كريتكال جدا اطلاق سفينة فضاء لمصنع مثلا وهيقفلوا المصنع دوت والمصنع بيقى شغال على طول بس بيجي فترة كده موضوع بيضطروا ان هما يقفلوا المصنع بياخد مثلا فترة عشان يعرف يقفل فعلا المصنع بياخد ممكن يومين يومين دول عمل لهم بالساعة الساعة كذا وكان زاد دقيقة هعمل كذا كذا فالاكيروسي بساعتها تبقى محتاجين ان هي تبقى اعلى اليونيسف ميجر اوار داي ويك بحدد طبعا انا هعمل بايه طبعا الشائع دايما هو الدي لكن لو بعمل حاجة سامرايز هوريها للتوب مانجمنت ممكن تبقى بالويك بالمونت ممكن تبقى باليير لو انا مشروع مدر وطويل زي بروغرام مانجمنت ومسلا المشروع شغال بقالو اربع خمس سنين كبروغرام يعني وعايز ان انا ورى التوب مانجمنت مش فاضيين بقى انهم يشوفوا الاشهر ايه فاحيانا ممكن ساعتها يبقى باليير بالسنة قلناه من شوية انا ازاي هعمل ابديت وكل اد ايه هعمل ابديت والطريقة اللي بيتعمل بها الابديت للجدول الزمني يعني لما يحصل تأخر في الجدول الزمني او انزلاق يعني لدرجة اد ايه يحصل او انحراف يعني اتأخر مسلا شهر ولا شهر ونص ولا اسبوعين انهي زمن اللي بعديه ممكن ان انا ابدأ ااخد اجراءات اه تصحيحية ان انا اقول لا انا محتاج جدول زمني تاني محتاج بحيس ان انا ايه اعوض التأخير دوت وبسميها تريشولز كنا شرحناه في البريمافيرا تريشولز اللي هي العتب يعني او ليمت ليمت معين ان انا لو وصلت له ابدأ ااخد اكشن المعايير ان انا هعمل قياس بيها لنسب الانجاز هنتعرف عليهم بعد كده الريبورتز اللي انا اطلعها انا اطلع ريبورتز بحدد في الخطة بحدد فيها ان الريبورتز هيبقى شكله ايه وهيطلع كلها اد ايه طبعا مرتبطة شوية بالكومونيكيشن برضو بس اه لا شك ان هي طلع من الطايم في البداية الشكل الريبورتز هيبقى عامل ازاي الاداتا اللي دخل فيه عبارة عن ايه هل في حاجات فيها مسلا ولا هل موضوع عبارة عن بارت شارت وفاريانس هل موضوع ارقام ولا فيه جرافيكل واكذا الفورمات والفريكوانسي بتاعد الريبورتز البروس اللي بعد كده ديفاين اكتيفيتز ان انا ابدأ اعرف الاكتيفيتز كنا وصلنا زي ما قلنا في الاسكوب لان انا بقى عندي دابل بي اس وقلنا دابل بي اس ده اخر لفل في الهيكل الشجري اللي تحتيه ببدأ ارس الانشطة يعني مسلا لما كنا قلنا ان انا بعمل فيلا وقلنا فيه انشطة مدني ومعمالي ميكانيكا وجينا في المدني وقلنا فيه سور مسلا مش متذكر الجدول كان شكله ازاي بس فرضا وصلنا ليفل اسمه اعمال خرصان المسلحة مسلا هبدأ بقى تحت اعمال خرصان المسلحة حطيت مسلا العمود والسقف والبلاطة والكلام ده كله فبالتالي ده كده الاكتيفيتز اللي كانت جوه اخر دابل بي اس اللي هو الورك باكتش اخر دابل بي اس اللي كان اسمه اعمال خرصان المسلحة وكذا طيب اعرف الاكتيفيتز الانبوتس عندنا محتاج schedule management plan لشكل schedule management plan هي الguide بالنسبة لي هي الدليل اللي هتصرف بيه في كل البروسيس اللي بعد كده الخاصة بالطايم لان انا جواها جوه ال schedule management plan حددت انا هعمل ايه في اللي جاي كله فبالتالي انا محتاجها كايمبوت scope baseline محتاج الو بي اس يكون عندي عشان ابدأ افصص في الانشطة مش بس الو بي اس لو كمان ال scope statement لان ده من مكونات البيز لاين لو محتاج مثلا الهيكل الشجري مش اقدر بس يعني استخدمه هو فقط عشان ارس الاكتيفيتز لان انا محتاج كما افتحها ودي يعني نقطة كبيرة جدا عند الناس اللي بشتغل planning ان هما بيبصش لدروينج وبيوكيو بشكل كويس احيانا الناس كتير بتاخد البيوكيو فقط ويبدأ ان هو عايز يعمل منها جدول زمني ان شفت شفت شكلها ايه ما يمكن على الوجهة مسلا في شغل مسلا بشكل معين انت موجود في ادوار وادوار لا انت محتاج تاخد الكلام ده بجد ما يبقاش الموضوع يرص انشطة وخلاص لا يبقى الموضوع فعلا بيعبر عن الواقع دي يعني خاصة بالنسبة ال اكتيفيتز بتاعته بتبقى كتيرة نوصل الى 20000 تلاف اكتيفتي مسلا لو مشروع صغير فبالتالي محتاج ان انا يبقى ايه الموضوع بدقة مش متاخد عشوائي اه اسكوب بيزلاين انتربرايز انفيروينتل فاكتورز واسك اتز التولز والتكنيكز دي كونبوزيشن نفس موضوع الابلو ب اس لما كنت بعمل تفكيك الابلو ب اس هنا هفكك زيادة لغاية ما يبقى عندي activities فانا هاخد اخر level في ال WBS وافككه لغاية ما يبقى عندي activities rolling wave planning قلناها من شوية expert judgment حكم الخبراء الoutput الرئيسي اللي يبقى طالع من عندي activity list عبارة عن قيمة مكتوب فيها ايه هي activities وطبعا بتبقى يعني مترتبة في الجدول الزمني تحت ال WBS بتبقى هي عبارة عن انشطة الجدول الزمني activity attributes زي ما قلنا ال WBS و WBS dictionary نفس الموضوع activity list و activity list attributes الخصائص بتاعة كل activity الخصائص بقى عبارة عن جدول مرفق كده بيه او في نفس time schedule بيقول ان النشاط ده بدايته امتى نهايته امتى مين اللي مسؤول عنه هل النشاط ده critical ولا لا تبفيه total float ولا لا وهكذا milestone list هي عبارة عن قيمة مختصرة من activity list فيها بس المايل ستونز و كنا قلنا المايل ستونز هي المراحل الرئيسية اللي انا بقى عايز ابينها بداية مرحلة معينة مبنى معينة هيتسلم امتى اعمال مثلا الموقع العام هتخلص امتى الاعمال في الجزء ده هتخلص امتى يعني بتبقى تاريخ مهمة او مراحل رئيسية بيبقى top management هما اللي مهتمين بيها لانه هو مش هيعود يبص على كل الجدول ده و يعني كتير من الناس بتغلط لما ييجي يطلع حاجة لل top management ما تطلعش report او جدول زمني في اوراق كتير هو مش هيقدر انه يبص الكلام ده وهيزهق منه وهيبص على اول صفحة وهيطوه منها وهيقلبها فدايما احرص على ان انت تطلع لل top management المايل ستون list موجود فيها العامل الرئيسية او النقاط الرئيسية النقاط المرحلية الهمة طيب نبدأ في قلنا كذا مرة الحاجة اللي انا هعملها في المستقبل القريب هبدأ ان انا افصصها وعملها تخطيط بشكل مفصل قوي لان الاسكوب بتاعها واضح الحاجات البعيدة اللي لسه الاسكوب بتاعها ما بقاش واضح هعملها بشكل يعني زي ما انا شايف كده على على الكيرف او على الشارت البرد شارت او planning package one و planning package two معمولين مجملين مجملين يعني مقفولين معمول لهم roll up مش مفتوحين مش باين ايه ال details اللي جواهم حطت لهم بس ازمنة حاجزت لهم مكان كده في في ال timeline و بعد كده لما يتوفر بقى عندي details ليهم هبدأ ان انا افتحهم ويبقى موجود زي activity a و b و c و d هيبقى برضو جوا planning package واحد في مثلا e و f و g و h وهكذا يبقى the work to be done in the near term is planned in detail future work is planned at a higher level higher level مقصود بي ان هو مدمج مش مفصل it's a form of progressive elaboration لا شكل rolling with planning ده شكل من اشكال progressive elaboration تطور المستمر it's not excuse for improper planning or ensuring the scope is known الملاحظات دي بتبقى لزيزة بتبقى يعني خلاصة الاسئلة في الغالب يعني بتبقى مستنبطة في الغالب الملاحظات دي من الاسئلة ده ليس عذر ان واحد مثلا يقول انا هعمل المستقبلي ده هتعمله دلوقتي مدمج ومش مفصل بالرغم ان هو اللي سكوب معروف بس هو عشان مكسل فده مش عذر له يعني او مثلا يعني واحد يقول طب انا القدام ده انا لسه معرفوش طب انا هعمل جدول زمن ازاي لا احنا هنقف مش هنعمل الجدول الزمن خالص لان الاسكوب مش كله واضح لا اعمل اللي واضح واللي مش واضح وهيوضح بعد كده تبقى فصله بعد كده طب الاكتيبتي ليست ده شكل لها الصورة اللي على الجنب دي مبينة هو مثلا super structure وتحتيه روف روف ده كده اخر level في الجزء ده بتع ال WPS اللي هو الورك باكيج وتحتيه مثلا columns slab insulation roof tiles الاربعة دول يعتبروا هم الاكتيبتيز اما اللي فوق الملون ده الاحمر والموف دول WPS نفس الحكاية تحت WPS ground floor civil work وconcrete work اللي تحتيه هم بقى دول اكتيبتيز اللي هم الابيض ground floor column slab and beams بتوع ال ground floor واكذا WPS وبعد كده activities والبرنامج لشك طبعا البرمافيرا كلنا عارفين انه بيديني امكانية انه نقدر ارتب الترتيب اللي انا عايزه يعني مش لازم الشكل ده ممكن يبقى كلهم activities بس بدون WPS ممكن يبقى WPS لغاية level معين ممكن ارتب بحاجه اسمه activity code غير ال WPS يعني موازه لل WPS او شابه لل WPS طيب عشان ما لا اخبطكوش خلينا بس نركز في ايه ان هي دي اسمها activity list قايمة الانشطة activity attributes قلنا عباره عن الخصائص بتاعة الانشطة كل نشاط بيقول انا هبدأ امتى هنتهي امتى مين اللي كان قابله مين اللي بعده ال disability بتاعه ايه هل ده معماري مدني ميكانيكا تابع لجزء معين الarea ده بيتنفس فانهي مبنى فانهي اريا في المشروع وكذا milestone list قلنا شبه activity list بس milestones بس نبص كده في الشكل التحتاني هو عاملها على شكل معين اللي هو الشكل السنبوكس ده فالهدف منها ان هي بتبين فقط يبدأ ينهاية يعني لحظة معينة في الزمن هيحصل فيها كذا كذا وبعض الناس مثلا بتحط milestone لتوريدات هامة مثلا عندي حاجة جاي من بره ايه ايتمز يعني جاي من بره وعارف انها هتوصل في التاريخ ده ومهتم بيها يعني خاصة مثلا بعض المشاريع الصناعية بيبقى فيها بيتورد من بره او معينة او محطة مثلا الحويات وفيها وينش وهو الوينش ده الحاجة الرئيسية جدا في المشروع وكل الاعمال دي بتخدم عليه فبالتالي تاريخ وصوله او توريده ده حاجة مهمة جدا وعاكس دي المايل ستون list